اهلا ومرحبا بكم كل تحية والامتنان لمشاهدين الكرام ومتابعين على منصة التواصل الاجتماعي وضيوفنا الاعزاء في الستوديو ارحب بكم في النسخة الخامسة والعشرين من مناظرة ساحتكم للاختلاف والجدل الصحي والنقاش بكامل الحرية والديمقراطية انا احمد خير الدين صحفي وموديع مصري يساعدني عن اصحابكم في نقاش اطروحاتي هذه المرة روسيا دمرت سوريا بتحولها الى ساحة حرب اقليمية بعد ان بدأت كثورة شعبية كما يصفها من شاركوا فيها بات التوجد الروسي في سماء وارض سوريا من اكثر القضايا اثارة للجدل بين جانبي الصراع في واحدة من اعقد ازمات المنطقة واكثرها دموية يرى معرض اطروحة هذه المرة ان من بدأ باستدعاء قوات التدخل الاجنبي هو من رفع السلاح وفجر المعالم الاثرية وسمح بتحويل بلاده الى معسكر تدريب يجذب الارهابيين ويعيد اطلاقهم مفخخين الى كل بقاع الارض ان روسيا تساند النظام السوري بطلب منه للحفاظ على سيادة دولة وحماية المدنيين بينما يرى مؤيد اطروحتنا ان روسيا ساهمت بدعمها لبشار الاسد سياسيا وعسكريا في تأجيج الصراع واطالة امده بهدف تحقيق مصالح السياسية مثل ما تفعل اطراف اخرى كقوات حزب الله وايران وان طائراتها لم توقف تنظيم دولة الاسلامية المعروف بداعش بل قتلت مئات المدنيين كما يفعل المتطرفون روسيا دمرت سوريا موضوع مناظرتنا اليوم والتي يساعدني ان يكون ضيوفي فيها على يميني مؤيدا لاطروحة اليوم من سوريا الكاتب الصحفي عمر الشيخ ابراهيم وعلى يساري رافضا لاطروحة من الاردن الخبير استراتيجي دكتور عامر سبايل وفي الجانب المؤيد لاطروحتنا ايضا من سوريا حل بركات الطالبة في كلية العلوم السياسية بينما في الجانب المعارض من فلسطين انا سوقا طالب بكلية الهندسة والان ننتقل الى بدء نقاشنا ونفتتحه بتصويت الحاضرين على اطروحة هذه المرة روسيا دمرت سوريا اذا كنت مؤيدا لهذه الاطروحة وترغب في الاجابة بنعم فعليك الضغط على رقم واحد واذا كنت ترفض ذلك وتود الاجابة بلا فعليك الضغط على رقم اثنين انتهزوا هذه الفرصة واشكروا متابعين على كل منصات مناظرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكانكم مشاركة في النقاش بارسال اسئلتكم عبر الصفحات الخاصة بمناظرة على هاشتاج dd25 او في منشن لحساب مناظرة ونحن دوما في انتظار مشاركاتكم لتثري نقاشنا وتضيف اليه ابعادا جديدة والان نستعرض معكم نتائج التصويت تقول النتيجة ان 74% من الحاضرين وافقين على اطروحة هذه المرة وفي المقابل 26% من الحاضرين مؤاردين لأطروحة هذه المرة هل ستبقى النتيجة كما هي بانتهاء نقاشنا اليوم اما ان فريقا سينجح في تغيير وجهة النظر والتصويت هذا ما نكتشفه بعد المناظرة والتي ستبدأ في الحال ونبدأ الان بالاستماع الى وجهة النظر مؤيدة للأطروحة والتي يضخصها سيد عمر شيخ في 99 ثانية فليتفضل مساء الخير للجميع واشكركم على هذا الوجود مدة 99 ثانية بتذكرني بنسبة نجاح حافظ أسد وبشار الأسد في عدة دورات انتخابية كانوا دائما يفوزوا بنسبة 99.99% فهو فعل خير ان شاء الله استاذ أحمد ومن الطرفة ايضا انه في احد الانتخابات على زمن حافظ أسد اخذ 116% من نسبة التصويت فكانوا قد صوتوا حتى الاموات على انتخابه بكل حال نحن أتينا الى هنا لأجل ان نؤكد بان بالفعل روسيا دمرت سوريا البعض ليس قريب من الشأن السوري يعتقد ان روسيا تدخلت في عام 2015 بشكل مباشر وعسكري في سوريا وبانه اتت متأخرة عبر تدخلها هذا عن الدول التي تدخلت سابقا لكن هذا غير حقيقي وغير صحيح الكثير من المعلومات والوثائق والمعطيات يعني تؤكد ان روسيا كانت موجودة منذ الايام الاولى بالثورة لا بل ما قبل اندلاع الثورة السورية على وجه الخصوص لتحضير النظام ورسم خطط واستراتيجيات للنظام لقمع هذه الثورة الشعبية في سوريا فكانوا الخبراء الروس العسكريين يديرون غرفة العمليات العسكرية بشكل خاص والامنية ونحن عندما ننظر إلى ما حدث لسوريا طوال سبع سنوات سنجد الملامح والملامح الروسية جاهزة للأسف سيد عمر انتهت التسعة تسعين الثانية والآن الفرصة لدكتور عامر سبايلة من الوردن مساء الخير اسمي عامر سبايلة من الوردن انا اضحض هذه الرؤية وهذا الطرح بسبب بسيط يعني عندما نتحدث عن واقع استراتيجي لا نتحدث عن رغباتنا وأهوائنا نتحدث عن واقع لهذا عندما نقول أن روسيا دمرت سوريا هذا أمر قد يكون مبالغ فيه لسبب بسيط عندما نتحدث وأنتم شاهدون على هذا العصر هناك أزمتين في حروب انتهت بدمار شامل هي الأزمة العراقية الحرب على العراق والحرب على ليبيا وهذا بحد ذاته كان بسبب فراغ وجود قوى معارضة على الأرض عندما اختارت روسيا الدخول العسكري أو الإعلان عن الدخول العسكري كانت في لحظة ستنهار فيها مؤسسات الدولة السورية أي أننا كنا على وشك أن نتبع السيناريو العراقي أو السيناريو الليبي الخطر الأكبر كان أن تنهار مؤسسات الدولة أن ننتقل إلى الفوضى أن لا يكون هناك طرف آخر أي مؤسسة عسكرية يتم حلها كما حدث في العراق التدخل الروسي جاء على الأقل في موضوع منع هذا السقوط وضع حالة من التوازن الاستراتيجي أي أن روسيا اليوم لا تدعم نظام فقط لكنها أبقت على فكرة أن الحل موجود له أطر انتقلنا من جينيف إلى أستانا وإلى الخطة الأخيرة وهي مناطق خفض التصعيد هذا كله يثبت أن الدمار على الأقل وأي حرب تشكل دمار كما تعلمون لكن على الأقل ليس هناك دمار شامل هذا الذي حدث الآن عندما ننظر إليه من بعيد ليسنا مؤيدين ولا معارضين من وجه نظر استراتيجية أبقى على الأمل موجود بالحل سيد عامر بالأسف انتهت وتسعى وتسعى ثانية دكتور عامر شكرا لك بداية حرة وبها نبدأ هذا النقاش سؤال لهذا الجانب لك أنس وثق المعهد السوري للعدالة مقتل 1768 مدنيا في حلب جراء الغارات الروسية منذ تدخل المباشر في العمليات وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تاران روسي تعمد استهداف تجمعات سكنية ومدنية وأسواق ودمر 50 مركزا طبيا وأكثر مهمات مركز تعليمي وديني كيف تحارب روسيا الإرهاب وهي تخلف كل هذا الدمار بداية عندما نتكلم عن محاربة الإرهاب أو محاربة روسيا للإرهاب نحن نتكلم أن هناك جانب إعلامي أو تكتل إعلامي للتسليط الضوء على روسيا هذا في البداية ثانيا عندما نتكلم عن هذه النتائج ما هي مصادر هذه النتائج التي نتكلم عنها وهل هي فعلا روسية لأن النتائج التي تحدث في هل سنسمع عن وجهة النظر في الدمار من مصادر روسية؟ هذا صعب نريد أن نسمع من مصدر نحكي أن يكون محايد لأننا نتكلم عن نتائج التدخل العسكري الروسي نحن نتكلم عن إحياء الأزمة السورية عن إحياء المناطق السورية عندما تدخلت روسيا في الأزمة السورية رأينا عناصر داعش تندحل إلى الحدود العراقية رأينا عناصر جبهة المصر وإحرار الشام تندحل إلى الحدود التركية رأينا أعضائش اللي هو الجيش ما علاقة هذا بسقوط مدنيين؟ هذه هي عمليات تستهدف هذا الإرهاب لكن ماذا عن المدنيين؟ أي ثورة في العالم أو محافظة على سيادة السلطة سيتم فيها سقوط مدنيين وسيتم فيها ضحايا ولكن التحالف الدولي أعترف بسقوط مدنيين نتيجة عملياته لم تفعل روسيا هذا الشيء لم تعلن عن سقوط مدنيين ولم تعتذر عن سقوط مدنيين هي تتخذ جانب من الجوانب وتتخذ الحل السلمي لكن التحالف الدولي لا يتخذ أي جانب من الجوانب التحالف السلمي لديه أيدولوجيات لديه مصالح مشتركة في الوجود في المنطقة ولا يتكلم عن هل هناك ضحايا أو ليس ضحايا لا يوجد هناك لدينا جهة محايدة إعلامية تتكلم عن صحة هذه النتائجة تتكلم بها وهذا ما يبرر به الجانب الروسي شكرا لك أنس ولان ننتقل إلى الجانب الآخر إليك حلا وفقا لبيانات رسمية لوزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع الجيش الحكومي حررت القوات الروسية 12.360 كيلو مترا من الأراضي السورية وكانت تحت سيطرة المسلحين واستعادت تدمر التي دمر المسلحون أثرها التاريخية لماذا تنكرون هذه التطورات في عمليات تقول القوات الحكومية والقوات الروسية أنها تستهدف الإرهاب فقط عن أي تطور نتكلم عندما تتحرر مدينة وهي بالكامل ليس هناك أثر لأي حياة في هذه المدينة رأينا ما حصل في حمص رأينا ما حصل في حلب الأهالي حلب وحمص الآن مهجرون لا يملكون بيوتهم لا يملكون أشيائهم حلب قيلت أنها من أكثر المدن التي من أكثر الدول التي أبيدت في العالم حلب في هذه المنطقة تحديدا أشارت عدد من المنظمات إلى أن المسلحون كانوا يستخدمون المدنيين كدروع بشرية للايحاء بأن هذه الحرب وهذا الاستهداف للمسلحين كان يستهدف المدنيين فقط ولكن رأينا أن هناك كان استهداف مدارس واستهداف مشافي مستشفى التمريض في حلب هل هذا يعني الحواضن الأطفال هل كانت هي حواضن الإرهابيين؟ أفل ولكن ماذا عن تدمر؟ أرفو الموسيقى التي دخلت إليها وإعادة الحياة وخلع النساء للرداء الأسود وإعادة الحياة إلى واقع تدمر عندما فتحت بعد الغارات الروسية لماذا نتكلم عن إعادة الحياة إلى الواقع السوري؟ لماذا نتكلم فقط عن جوانب السلبيين عن نيران الجانب الإيجابي وعن المدن التي فتحت بسبب ضحض الإرهاب فيها؟ ماذا نتكلم عندما… أين أهل تدمر؟ هل هم روس؟ هل هم روس أهل تدمر؟ أبعلا ولكن الواقع الروسي عندما تدخل عندما تدخل الواقع الروسي أعاد الحياة وعاد نصب الحياة وأخرج الرجال من السجون وخلع النساء الرداء الأسود هذا ما حدث في تدمر أناس كفا لكن ننتقل إلى زميلك في هذا الفريق سيد عامر في إبريل من هذا العام وبرعاية روسية خرج العديد من دفعات المدنيين من مناطق النزاع وجرأ تبادل سكاني على أساس طائفي كيف يوفق نظام وحلفاءه على التهجير القصري والتقسيم على أساس الانتماء الديني في وقت يقول فيه الجيشين أنهما يحاربان الإرهاب والطائفية والتنظيمات المتطرفة لا وعقيقة أنت في مشهد يصعب تحديد فيه تفاصيل مثل هذه التفاصيل اليوم الأولوية كانت لتأمين المدنيين هناك نقطة يجب أن نصر عليها أن الرؤية الروسية كانت منذ البداية تريد أن لا نصل إلى السيناريو العلاقي أي بمعنى آخر أن تحافظ هذه الدولة على وجودها وتنتقل من خلال هذه الدولة إلى عملية الانتقال السياسي لهذا كان واضح في النهاية أن هناك أمور تفرض عليك عملية اليوم الانتقال إلى إدلب هل تستطيع أن تفسرها أنت وتقول لي وتعطيني من هم الذين ينقلون وما هي التركيبات هل أنت اليوم في وضع تستطيع أن تشكل هذه المناطق لكن سيد عمر هذا النقل الذي تقول أنه يحمل مدنيين استهدف خلاله مدنيين أيضا ويغير في طبيعة هذه الدولة ويقسمها على أساس دعنا نتفق أن ما يجري في سوريا يعني الصراع خارج سوريا هو أكبر من الصراع داخل سوريا لهذا هناك اليوم أكبر من قصة الحل السياسي ورغبة الحل السياسي أعتقد أن كثير من الأطراف اليوم يعني مستفيدة من فكرة إطالة أمد الأزمة في سوريا إبقاء الأزمة مستمرة في سوريا حتى منظمات الجريمة مستفيدة في العالم اليوم من إبقاء الأنظمة في سوريا هذا السلاح الذي يصل تهريب أعضاء بشرية تهريب مخدرات نقل أموال بيع بترول يعني لا نتحدث اليوم بصورة حالي ما فقط أننا أمام حل يعطله طرف اليوم الأمور اختلطت بشكل كبير لدرجة أن كثير من الأطراف اليوم الظاهرة وغير الظاهرة هي أطراف لا ترغب بالوصول إلى نقطة الحل لأن الوصول إلى نقطة الحل يعني إنهاء مسرح مهم للعمل شيد أمر هل هذاك تعليق على ما يقوله؟ أنا أعتقد أنه مغالطة كبيرة وفيها شيء من التدليس عندما يتم مقارنة الوضع في العراق أبان سقوط نظام صدام حسين بالوضع في سوريا لأنه في العراق عندما تدخلت أمريكا واحتلت العراق لم تكن هناك ثورة شعبية في العراق كما حصل في ثورات الربيع العربي كما هو حاصل في سوريا بالتالي الوضعان يعني غير سويا ولا يتشابهان أبدا يعني في سوريا هناك ثورة شعبية انتفضت كما انتفضت في باقي الدول تدخل الروس إلى جانب هذا النظام وقمع هذه الثورة الشعبية كما كان الروس على الدوام يعني يدعمون الدكتاتورية لكن قبل هذا التدخل الروسي كان هناك تسليح لهذه الثورة وهو ما استدعى بحسب النظام وبحسب روسيا هذا التدخل لحماية الدول لا أعتقد أنه هذا أيضا فيه الكثير من المغالطة أنت عندما تتكلم عن تسليح لفصائل المعارضة المسلحة يسموها أنت تتكلم عن وضع متأخر جدا أنت لماذا لا تعود إلى بداية اندلاع الثورة السورية وكيف تعامل النظام مع هؤلاء الناس أنت لماذا لا تذكر أن هناك 12 أو 13 طفلا طفلا تم اقتلاء عينهم وقطع الأعضاء التناسلية لهم لأنهم كتبوا على حاء في مدرسة في درعا الشعب المسلحة هل سهم في وقف هذا أم أنه أزاد من مسألة الضخايا؟ أبدا تسليح نحن كثورة كثوار كالعيقونة المدنية في الثورة السورية كنا ضد التسليح لكن التسليح هذا تتكلم عن نتيجة لا تتكلم عن الأسباب التي دفعت إلى هذه النتيجة هل تعلم أنه لو هذا المكان كان تحت سلطة بشار الأسد لكان أبيد كل هؤلاء الناس الذين يتجرؤون على انتقاد رئيس الجمهورية فقط بالكلمة فأنت تتكلم عن قمع أمني يدخل يعتقل الأطفال ويغتصب نساء رأيناها جميعا عندما يتم ضرب ساحة اعتصام الساعة في حمص فنعطي الفرصة للفريق الآخر هل لديكم تعليق؟ أنا أعتقد أن أيضا هناك قراءة رغائبية في الموضوع عندما نتحدث عن نموذج العراقي نتحدث عن لحظة سقوط الدولة عندما نتحدث عن نموذج سوري لا نذكر فكرة الثورة نذكر فكرة أن المؤسسات كانت على وشك السقوط ونتحدث عن دخول روسي جاء بعد تغير الأولويات كاملة التحالف الدولي كان قد دخل بعد إعلان الخلافة في داعش والموصل والانتقال إلى سوريا هنا التحول سوريا إلى مسرح عسكري يختلف عن قضية الثورة النقطة التي حولت الأمور هي إعلان الخلافة داعش والتحول حتى في الفكر الدولي بأن الأولوية هي لمكافحة الإرهاب وانتقال التحالف الدولي للقيام بعمليات إذن حتى نستبعد الدولة كانت ستسقط في سوريا سنعود لهذه النقاط كان يجب توضيح هذه النقطة لدينا محاور كثيرة في هذه المناظرة لكن أعود إليك حالة تعتبرون التدخل الروسي المصيبة الأكبر لكن لماذا لا تبدو هذه الحدة في التعامل مع هذه التدخلات مثل التعامل مع التدخل التركية تعامل مع الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية دعم المالي المقدم والسياسي المقدم من السعودية وقطر للجبهة المقابلة هناك فرق عندما تتكلم عن دولة تدعم الثوار تدعم ثورة وهناك بلدان تدعم الدكتاتورية روسيا تدعم الدكتاتورية لا تريد أن ترى الشعب الحر ويعيش في كرامة فلا أستطيع أن أقارن هناك قوات تركية تحرب نعم ولكن بجانب الثوار حارب داعش لا تحارب النقاط ليس هناك أي قذيفة أو أي صاروخ سقط هذا تدخل دولي أيضا سيد غام لحظة ليس هناك أي قذيفة أو صاروخ سقط من قبل التحالف بشكل مباشر ومقصود أو من قبل تركيا على 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 تحالف هاترف بأنه بأنه استهدف مدنينا بالخطأ وسقط أكثر من بالخطأ ليس مقصود أنا كنت دقيق في النهاية هم ضخايا لكن حتى التحالف الدولي يقول أنا أتيت لو أحارب الإرهاب ليس لو أحارب النظام فلا أحد يأتي ويتكلمني بأنه هناك تحالف دولي ضد النظام هذا غير حقيقي هذا مو ألا من قبل التحالف الدولي أكثر من ذلك التحالف الدولي دخل بعد أربع أو خمس سنوات من دلاع الثورة ضد الإرهاب وليس ضد النظام بينما النظام منذ أول يوم استقدم إيران واستقدم الميليشات طائفية الإيرانية والإراقية واللبنانية من أجل القتال فمن استجلب التدخل الخارجي أولا هو النظام وليس المعارضة أو الثورة بأي شكل من الناس وقع روسيا اليوم استعرض خمس منظومات أسلحة استخدمها الجيش الروسي في حربها في سوريا للمرة الأولى لماذا تحول روسيا بلدا بمواطنيه وثرواته إلى ساحة تدريب ومناورات وتقريبة لترساناتها العسكرية هي ليست تجربة لترسانات روسيا العسكرية ولكن عندما نتكلم عن تسليح روسيا إلى سوريا هي ليست حديثة اليوم عندما نتكلم عن تسليح الروسي السوري هو منذ خمسين عام وكامثل على ذلك يعني كمثال هي حرب 73 حرب تشرين نتيشنتها سوريا على إسرائيل من سلح سوريا؟ ومن كان في البداية هو الدعم الأول السوري وعندما تكلم هذا ليس مد بالأسلحة هذا استخدام لهذه الأسلحة على ساحة المعركة وروسيا قالت أن ساحة سوريا هي استعراض للأسلحة الروسية أكيد نتكلم ونتكلمت في البداية أن روسيا ليست الأب الحاني على الأزمة السورية ولكن نبقى في المحور هل روسيا هي من دمرت؟ وعندما ذكر أنه تكلمت عن التحالب الدولي نبقى في هذا المحور تحديدا روسيا بحسب منظمة هيومن رايتشوت استخدمت 13 سلاحا محرما دوليا منذ بدأت عملياتها في سوريا بداية نأتي إلى محورين محورية ما هي مصداقية هذه المعلومة؟ هيومن رايتشوت منظمة دولية أيدولوجية من؟ كل شيء في العالم هو مسيس ما مع أيدولوجية هيومن رايتشوتش يا أنس كل شيء هو مسيس وتابع لأيدولوجية وكل شيء يتبع مصالح لكن هل نرفض معلومة تدين استهداف مدنيين بأسلحة محرمة دوليا لأن أصحابها مؤدلجين؟ أنت تتكلم عن هل تدين أو لا تدين نحن نتكلم أن هناك مصالح استراتيجية روسية ولكن هل هذه المصالح هي من دمرت سوريا؟ نحن نتكلم عن ذلك 13 سلاحا محرما دوليا بالنسبة إلى ماذا؟ القانون الدولي أنا أعلم لا تتكلم إلى هذا بالنسبة إلى هل ضربت المواقع التنظيم وتنظيم داعش والإرهابيين وهل ضربت المدنيين؟ لا يوجد أي نسبة وفي بحث لا يوجد أي نسبة لهذا الكلام الأسلحة محرمة دوليا حين تستهدف أشخاص لا تفرق بين مدنيه وعسكريه سيد عامر لو لديك تعليق على هذا بلا شك أنت اليوم لا تستطيع أن تبرئ الجميع هذه ساحة معركة وفي النهاية ما يجري في هذا الأرض يندله الجبين مجرد المقتل لكن عندما تتحول الأولويات كما رأينا بأننا نتحدث عن مكافحة إرهاب وأنك تتحدث عن حرب على داعش مباركة من الجميع فباعتقادي أن هنا يصعب الحديث عن نوع هذا السلاح ثانيا هناك حرب إعلامية مختلفة عن الحرب على الأرض هناك بين محورين بين من هو الأكثر فعالية في مكافحة الإرهاب المواجهات حاضرة منذ البداية وهذا هو موعدها في جدول أعمال مواجهات الفريقين حاضرة منذ البداية لكن هذا هو موعدها رسمي الآن لكم الفرصة لمواجهة الأولى نتفضل من الجانب المؤيد حالة توجه أسئلة في ثلاث ضخائف للجانب الآخر لدكتور عامر سبيلا فقط تمام شكرا جزيلا أرجو أن تعدد لنا أستاذ ثلاثة عمليات سلام رعتها روسيا لفضل النزاع في مكان ما في العالم هو من الصعب الحديث بهذه الطريقة والمنطقة لأننا نتحدث أن روسيا اليوم عندما تدخل إلى المعترك الدولي تدخل بصورة جديدة عندما كانت في موضوع الحرب الباردة ولكن قل لي ثلاثة عمليات سلام وانت تستطيع أن تقول لي ممكن أن تعطيني عملية سلام نجحت الولايات المتحدة في إبرانها إلى اليوم أنا أستطيع أن أقول لك ثلاثة أو ستة أو خمس أو عشر يجب أن ننظر إلى ما يجري الآن بأنه عملية وحقبة جديدة يعني مائة عام بعد الحرب العالمية الأولى هناك لاعبين جدد يدخلوا إلى الملعب وبالتالي عندما اليوم تفرض نفسها سوء روسيا كلاعب جديد حتى في عملية السلام يعني هناك سعي من روسيا اليوم لتكون في جزء من عملية السلام يعني في مؤتمر عقدة في موسكو يتم استضافة وفود فلسطينية هذا يشير أننا في النهاية لا نستطيع أن نقارن فقط الماضي هل من رأيك أن قتل الأطفال بيقصف مدرسة حاس يوم ستة وعشرين أكتوبر 2016 أو حاضنات أطفال في مستشفى في حلب يوم 16 نوفمبر 2016 علاقة عملاً إخلاقياً؟ هل تستطيع؟ طبعاً ليس عملاً إخلاقياً لكن السؤال الأكبر عندما نتحدث عن هذا المحور هل دمرت سوريا؟ عندما الولايات المتحدة كم ملجأ قصفت في حروبها؟ يعني هذا يحدث لكن عندما نتحدث عن روسيا أنها دمرت سوريا أو عن حالات لا تستطيع أن تعمم الحالات برغم عدم اتفاقنا معها هذه الحالات الصغيرة على أنها حالة دمار كبرى هنا الفرق الأكبر وقصف روسيا لمساعدات قوافل حتى العمليات العسكرية اليوم هي عمليات مختلطة يتم نقل السلاح أيضاً ضمن أغطية متعددة يتم نقلها حتى في سيارات الإسعاف يعني عندما نتحدث عن حرب اليوم وتقنيات حرب جديدة غير تقليدية في مواجهة جماعات تتقن هذا النوع من العمليات حرب شوارع التخفي الانتقال وإلا ماذا تفسرين كيف دخل كل هذا العدد من الإرهابيين كيف سلحوا بهذه الطريقة يعني في النهاية تتحدث أيضاً عن نسبة خطأ موجودة يعني لا نستطيع أن ننكرها لكن أي متى في هذا التاريخ في تاريخنا هذا متى روسيا قدمت شيء لعمليات السلام لا مهو أنا هذا ما تحدثت لك عندما هي تجلس في جنيف أو تجلس في أستنى وتعبر عن نفسها أنها فاعلت سلام في شيء ما طيب أنا مترسلت سؤال لكن إذا لم تكن روسيا اليوم موجودة من الذي سيجبر الجميع على الجلوس في هذا يعني اليوم روسيا هي التي ابتدعت فكرة أستانا لنقل ما كان يصعب نقله وهي الجماعات المقاتلة لنقلها إلى من حالة الإرهاب إلى المعارضة المعتدلة من الذي اليوم يقدم مشروع حقيقي على الأرض يوافق عليه تركياً ولا يعارض أمريكياً عندما روسيا توقفه هذا الذي يجب أن ننظر إليه أن هناك اليوم دون روسي قادر على تقديم شيء على الأرض سؤالي لك سيد عمر بالتوازي مع مفاوضات جنيف بدأت روسيا مع تقاربها من تركيا في الدعوة لعقد المفاوضات في العاصمة الكازاخية أستنى وفي كل قولة تعترض فصائل المعارضة أو تنسحب لماذا لا تعتبرون هذا سعياً روسياً لوقف الأعمال القتالية والحد من سقوط ضحايا وطبطونه لأنه ليس من المنطقي والطبيعي أن تقوم دولة محتلة ودولة مشاركة في الحرب ومشاركة في القتل ومشاركة في القمع برعاية عملية السلام هذا غير منطقي وغير طبيعي ومع ذلك دخلنا في هذه المفاوضات كفصائل سورية معارضة ومسلحة لكن أنتم تجلسون مع نظام نفسه وهو يرتكب أعمال قتلية أيضاً هذا نظام بلدك من أجل أن تصل أنت إلى عملية سلام أو عملية تخرج فيها الثورة والشعب السوري من المأزق الذي هو فيه بأقل الخسائر بالنتيجة هؤلاء سوريون يعني هؤلاء أهلنا وأخوتنا وأبنائنا نحن نسعى وهذا خير دليل بأن الثورة السورية يعني ليس ثورة استئصالية وثورة عسكرية وهي ثورة تحاول أن تلقى حل سياسي بعكس ما يروج له النظام لكن أنت السؤال هنا يعني النظام الذي سمى هو وروسيا هذه الثورة بأنها ثورة إرهابية وتكفيرية كيف يجوز مع إرهابين وتكفيرين خلال سبع سنوات من دعايته الإعلامية أنا سأل ذلك طاليق أذكر لي ماضي استعماري واحد أو احتلالي واحد لروسيا فقط لا غير أفغانستان أفغانستان وششانت كانت تابعة لاتحاد السوفيتي ومن حق روسيا أن تسترجع راضيها حسب ماذا تابعة أفغانستان إنتحاد السوفيتي أفغانستان إنتحاد السوفيتي أفغانستان هو الشيشان كانت تابعة للشيشان خليني نتكلم عن الشيشان من تابعة للشيشان؟ كانت في حرب واحدة شيشان وافغانستان تتكلم عن افغانستان ولا عن شيشان شيشان وافغانستان مع علاقة افغانستان بشيشان أنت سألت سؤال عن الاستعمار أعطيتك سؤال واحد في المحاولة الأخيرة التي جرت برعاية روسية في ديسمبر الماضي لوقف اطلاق النار وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط وقوع 630 خرق في الفترة بين 29 من ديسمبر و29 من يناير بينها 43 حرقا روسيا كيف ترعى روسيا تفاوضا سلميا ووقفا لإطلاق النار وتعتبر نفسها ضامنا لهذا الوقف ويترتكب كل هذه الخرقات في البداية روسيا عليها أن تحافظ على مصالح استراتيجية فبنسبة لروسيا هناك ألفين روسي يشارك في الحرب مع داعش ومتنظمين في داعش و3000 في الاتحاد السوفيكي ما المصالح الاستراتيجية في تقديم نفسك كأنك ضامن في عملية وقف إطلاق النار وترتكب أنت خرقات هي حسن نية روسية ليبقاء حل في المنطق وإيجاد حل سياسي منطقي وهذا يبرر حسن النية الروسية لماذا لا تنفذ هذا الحسن؟ معقدة إلى درجة أن لا تنسى أيضا أن اتفاق وقف إطلاق النار استثنى لجماعات الإرهابية وبالتالي إذا كان هناك اضطرار وفقا لتطورات على الأرض ولكن أماكن مدنية هي أماكن إرهابية؟ هذا يستطيع أن يسمح بقيام خرق إطلاق النار مراكز طبية هل هي أماكن إرهابية؟ لا أستطيع أن أقول أن هناك فائدة من ضرب يعني ماذا تستفيد دولة من أن تضرب مستشفى؟ أما إذا افترضنا أيضا أن مثلا هذا المستشفى كان يستخدم من قبل إرهابيين وتم إيقاع هذه خجة مللنا منها لكن إذا في النهاية يجب أن ننظر إلى الأمور بعيدا عن قصة أن أنا لا أرى فائدة لدولة أن تذهب لتضرب مستشفى أستر عامر هل أنت مع نظام بشار الأسد أو مزدها؟ لا أنا لست مع نظام أحد أنا أتحدث الآن أنا طبعا مع الديمقراطية كيف تدافع عن نظام ديكتاتوري ولا تجمهورية؟ لا لا أنا أتحدث حتى نكون واقعيين ولا نحور أنا لم أتحدث عن أي نظام لم أدعم أي نظام أنا أتحدث عن فكرة استراتيجية كمحلل استراتيجي من بعد هل الدخول الروسي إلى المسرح السوري عسكريا أدى إلى الانهيار والدمار؟ أم أنه أوقف الانهيار والدمار وأعطانا فرصة على الأقل أن نجلس على الطاولة متى جلست المعارضة على الطاولة حقيقة؟ كيف ننتقل اليوم ضمن رؤى هذا السؤال؟ قبل تدخل موسف في جنيف واحد وجنيف اتنين قبل لم تكن لها قيمة الآن هناك مشاريع على الأرض عندما تتحدث في أستانة أن هناك حديث الآن عن موضوع الفصائل وفصلها لماذا لم تستطع الولايات المتحدة سابقا أن تفصل؟ هذا وقت السؤال لخريطكم ولحالها تحديدا في مؤتمر موسكو الأول أخرجت روسيا وثيقة مبادئ تدعو فيها لعشرة نقاط من بينها الحفاظ على سيادة الدولة السورية وحدة أراضيها ومواجهة الإرهاب واتحق تقرير المصير بإرادة الشعب عبر انتخابات ووقف احتلال الجولان لماذا رفضت المعارضة هذه النتائج رغم ما فيها من تقدم؟ وإلى تتفقون مع هذه المبادئ أصم؟ نحن طبعا نتفق نريد وحدة سوريا من سوري لا يريد أن تبقى وحدة سوريا ولكن عندما تقول لي أن انتخابات نزيهة أين كلمة نزيهة؟ هذا ما تدعو أي المعارضة أيضا في مفاوضات جينيفا في كل المفاوضات ولكن عندما يقصف الشعب ويشرد من بيته أين هي سيقرر الانتخابات النزيهة؟ لكن حين سيحدث انتقال فيلمي وهو ما تسعى إليه المعارضة وما تسعون إليه هذه هي الطريقة التي تتعرضونها ولكن عندما روسيا تقصف الأجواء السورية وتشرد العالم أين هناك سيكون حل سلمي أو اتفاق اتفاق ما؟ سيد عمر لا أنا أعتقد أنه أنت لا تستطيع أن تتكلم عن عملية انتخابية وهناك 11 مليون سوري مشرد خارج سوريا كيف تتكلم عن عملية انتخابية؟ أنت تتحدث عن انتقال سياسي أيضا ليس انتقال سياسي شيء وعملية انتخابية تفترضها حتى بشار الأسد كيف سيحدث الانتقال السياسي ومسألة الدستور ومسألة التوافق على حكومة انتقالية بدون أخذ الأصوات من بالداخل؟ أم أنكم ترفضون أيضا أصوات من هم في الداخل حتى لا؟ يعني لا يستطيع عاقل في هذا الكون أن يسعى إلى إقامة انتخابات في دولة أكثر من نصف شعبها مشرد خارج الدولة ونسبة كبيرة من هذا الشعب المشرد لا يملك أوراق ثبوتي قل لي كيف سوف ينتخب اللاجئون في الأردن أو في تركيا أو في العراق أو في لبنان كيف سينتخبوني؟ كيف سيؤدون أصواتهم؟ كيف ستدور العملية الديمقراطية أيضا؟ لا ليس هذا العملية الديمقراطية نحن نسعى إلى عملية ديمقراطية كالتالي هناك عدة سيناريوهات أحد السيناريوهات أن هذا اللي يسمى المجرم بشار الأسد يخرج من هذه السلطة وقبلت الثورة السورية وممثلي الثورة السورية بأن يكون هناك نظام مهجن يقود العملية الانتقالية والمرحلة الانتقالية سنة ونصف أو سنتين يكون فيه شخصيات من النظام نفسه لم تتلطخ أيديها بالدماء وهناك شخصيات كثيرة معروفة في النظام سيد عمر هذه الشخصيات في المعارضة نفسها لديها خلافات مع بعضها وهناك أكثر من فصيل معارض يسعى إلى الحل وهناك اختلافات حتى على أجندة صحيح وهذه عملية صحية أنه في المعارضة هناك اختلافات وأيديولوجيات مختلفة ولكن أنت حط في بالك أنه اعتبر أنه ليس هناك معارضة في سوريا هل هذا يبرر للنظام ما فعله بسوريا بغض النظر أنت الآن تخاف على المعارضة أم تتخاف على الشعب يعني تسعون ولكن هدفها من أساسي هو الأسد لكن هل نتكلم عن نظام نحن أوضحنا في البداية أن نتكلم عن نظام بشار الأسد لكن هل التدخل الروسي هو المسبب الأول للتدمير؟ نعم المسبب الأول للتدمير كيف؟ كيف كان المسبب الأول للتدمير؟ عسكرية للتدخل الحرب في روسيا في سوريا عفوا في حرب أهلية سألت ولا تجيب؟ فضل طيب كيف دمرت روسيا سوريا؟ طيب روسيا دمرت سوريا بدعمها للنظام ديكتاتوري ورث السلطة عبر أبيه وليس عبر انتخابات ديمقراطية وليس عبر صناديق التراع ليس هناك في هذا الكون ابن يورث جمهورية من أبيه روسيا أولا دعمت هذه الدكتاتورية هذا أول على المستوى الأول المستوى الثاني السياسي روسيا دعمت هذا النظام باستخدام حق البيتو ثمان مرات حق البيتو ثمان مرات لعرقلات مجلس الأمن لعدم إدانة النظام السوري سيد دمرت هذا هذه المقطة تحديدا لها محور كامل لكن أتواجه لي سيد عامل في العشر من الشهر الحالي أكد نائب السفير الروسي في إسرائيل وجود تنسيق جيد وحوار مستمر بين البلدين على مدار الساعة فيما يخص سوريا وقبلها أيضا أكد مسؤولون من الجانبين وجود فريق عسكري مشترك بين إسرائيل وروسيا للتعامل مع الملف السوري كيف يقبل النظام السوري ومؤيدوه هذا التنسيق ويتجهلونه عند الحديث عن المؤامرات هل تعتقد أن اليوم أنت لا تدرك أن روسيا تأتي إلى هذه المنطقة دون تنسيق مع إسرائيل سلاح جو يطير في البحر الأبيض المتوسط عمليات مشتركة في مناطق باعتقادي أننا لا نستطيع أن نقرأ اليوم روسيا موجودة في سوريا وهي الخيار الوحيد حتى بالنسبة للنظام كيف يقبل نظام بنا شرعياته على مسألة الممانعة هذا لا يعني هذا برأيه يتمتع بالبراغماتية السياسية أي نظام الآن يريد أن يخرج من هذا المأزق لا يستطيع اليوم أن يسقط في فخ مثل هذه المثاليات لأننا في النهاية نتحدث عن واقع على الأرض الفكرة الأساسية يعني أنه منذ دخلت روسيا إلى سوريا بلا شك تغيرت كل المعطيات وحتى النظرة إلى إسرائيل ستتغير يعني يوم نتحدث أيضا عن إعادة لفكرة موضوع التسوية الإقليمية يعني وفي النهاية حتى هذا المحور حتى في سوريا لم يكن بعيدا يعني تعلم بعد حرب العراق 90 دخلت كل المنطقة أيضا في عملية السلام متوقفة في 97 لكن سيد عمر هذا النظام يتهم معرضيه بأنهم صنيعة إسرائيلية وصنيعة من القوات والدول الإمبريالية كيف يرضى بتدخل يخدم هذه المصلحة وبالتنسيق مع إسرائيل لا هو لا يخدم التنسيق مع إسرائيل يعني في النهاية هناك أيضا الوجود الروسي يعني يجب أن ندرك أن علاقة روسيا في إسرائيل هي ليست علاقة سوريا في إسرائيل يعني هناك حرب سابقة هناك عمليات سلام معطلة وهناك مناطق اشتباك ونقاط اشتباك في موضوع روسيا لا يعني ما هي هل تنسق روسيا مع إسرائيل ضد سوريا أم أن تحمي وجودها كيف ضربات الجوية الإسرائيلية لم تسقط وعندما تركيا دخلت الأجواء السورية سقطت الطائرة يعني هنا النقاط الأساسية التي يجب أن تأخذنا لماذا نتحدث أن الوجود الروسي في النهاية يعني هو كل العمليات التي حدثت هي عمليات تستهدف الفصائل الغير الشرعية الموجودة في روسيا لهذا فكرة أن يكون وجود يعني لا أعتقد أن روسيا ستخوض حرب مع إسرائيل للحفاظ على فصائل موجودة بالأمس قامت الولايات المتحدة بعملية ضد فصائل غير شرعية باعتقادي أن روسيا تريد ابقاء فقط لاعب واحد في سوريا وهو الجيش السوري حتى لا تنهار الأمور لكن باعتقادي حتى روسيا اليوم مضطرة أن تتعاطى مع فكرة إخراج جميع الفصائل من سوريا جميع المعارضة وإبقاء نظام الأسد لا لا حتى المعارضة الميليشيات أو الفصائل التي تقاتل في صفر وماذا عن حزب الله لماذا سيخرج حزب الله بلا شك يعني واضح أن في النهاية ولكنه يقاتل مع نظام الأسد عندما تتحدث عن وجود دولة مثل روسيا لا تتحدث عن وجود فصائل أخرى منذ دخلت روسيا بلا شك دور هذه الفصائل لم يعد كما كان ترون أن التدخل الروسي هو الذي أجغ الحرب وزاد حصيلة الضحايا من المدنيين لكن ألم تدع عمليات التحالف الدولي قبلها ألم تعلن فصائل معارضة طبعياتها بشكل كامل لدول خارجية وتستقبل أسلحة عبر الجو والبرد؟ نعم ولكن عندما الطيران يقصف يشن حملة شريسة على المدن هذا يختلف عن الأسلحة المتواضعة الطيران ليس هناك أقوى من الطيران استخدام ثلاثة عشر نوع من الأسلحة المحرمة دوليا الفوسفور الأبيض والقنابل الحارقة شكرا لك حلاء الآن فرصة أنس لوقع أسئلة للسيد عمر استاذ عمر أنت كتبت مقال بعنوان من أنتم 24-08-2016 شيت فيه بالثورة الليبية وأسقاط نظام الليبي ونجاحه أن مدينة سرط هي مدينة محررة هل أنت تريد الآن رؤية الواقع الليبي الآن المقسم في سوريا؟ أيضا هذا يعني مقسم في سوريا شوف الوضع في ليبيا مختلف عن الوضع في سوريا نحن في سوريا ليس هناك أي ليس هناك أي فصيلة أو مؤسسة تمثل الثورة السورية تدعي أنها مع تقسيم سوريا وعندما تأتي نحن نتكلم في سوريا عن نظام لم يسقط بعد عن ثورة شعبية قامت لإسقاط النظام بينما أنت تتكلم عن ليبيا عن نظام سقط ثم أتى تدخل دولي وأقليمي بدعم شخص انقلابي من أيام النظام السابق لأجل الاتفاف على الثورة وبينها قوسيني يعني الثورة المضادة تتكلم لي أنت عن داعش وسرط سرط هي مدينة ليبية احتلتها داعش أنا أسألك كم عدد الغارات الجوية الروسية والسورية على ولاية الرقة اللي هي عاصمة البغدادي اللي هي عاصمة داعش أسألك أيضا كيف استطاعت داعش أن تحتل تدمر مرتان ولم يتم قصفها عبر الطيران الروسي والأخمار الصناعية الروسية التي تسيطر على تدمر التي مساحتها في قلب الصحراء أكثر مئة مئة نفس السياق نتكلم عنها ببعد الأمثلة لو افترضنا سقوط النظام الآن هل هناك أي ضمانات بتوقف الحرب والتدمير في سوريا؟ لا أبدا تملك لي أي ضمانات؟ مين يملك؟ هل أحد يملك ضمانات بعد سقوط النظام بوحدة السورية؟ طبعا عندما يسقط النظام ندخل في عملية سياسية ونأتي إلى أن نعالج هذا الشرخ الاجتماعي الذي أحدثه النظام ونلملم جروح هذا البلد الذي افتعل فيه النظام ما افتعل خلال 47 عام لأن اللحظة التاريخية الآن يجب أن تعود إلى السياق التاريخي عن ما فعله النظام لكن أنت تأتي وتقول لي أن النظام أن النظام هو حامي سوريا من التخسيم ليس هناك أي مؤشر على هذا بالعكس أنا أريد أن أسألك عندما أنت تأتي وتفترض أن هناك فدرالية سوف تقوم في الشمال الشرقي من سوريا لقوات الحماية الكردية أنا أسألك طب لماذا النظام لا يقصف قوات الحماية الكردية التي هي انفصالية برأيك وبرأي النظام وخلينا نتكلم بالتحدث عن حال الأحلام الوردية أنت نفسك كتبت في 29-3-2017 مع حوار مع الإعلامية أحلام رحومة أن الثورة في بدايتها كانت وطنية وتخدم الوطن وأنت أيضا من أقر أنها الآن طائفية عرقية هل هذه الطائفية العرقية تخدم الوحدة السورية؟ أنت تدلس غير صحيح المقال موجود المقال موجود؟ موجود المقال أتكلم أن المقالي أستطيع أن أصبح طائفية أصبح طائفية من قبل النظام يجب أن تكون دقيق النظام استخدم طائفة أنت لا تستطيع أن تنكر أن هناك ميليشيات طائفية تقاتل لجانب النظام من طائفة محددة في المنطقة وبدعا من النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة هل تستطيع أن تنكر أن قاسم سليماني هل تستطيع أن تنكر أن قاسم سليماني يقود المعارف في حلب وغير حلب؟ هل قاسم سليماني سوري؟ ما الذي ذاته بقاسم سليماني؟ شكرا لكم والآن إلى محور مهم من نقاشنا صاغطوا أسئلة متابعي مناظرة على منصات التواصل اجتماعي نشكرهم على حرصهم على المشاركة وإثراء هذا النقاش وننوه لأننا دوما في انتظار مشاركاتكم ونبدأ باستعراض ما وصلنا من أسئلة رشيد الفهي الرحمني يسأل أليس يسأل حلا أليس من حق روسيا الدخول إلى سوريا لحماية حدودها من التطرف الداعيشي من جهة وحماية حلفائها من جهة أخرى؟ حق من روسيا أم سوريا؟ روسيا حق روسيا أن تحمي حدود من؟ أن تدخل أليس من حق روسيا الدخول إلى سوريا لحماية حدودها من التطرف الداعيشي من جهة وحماية حلفائها من جهة ثانية؟ هماية حدود سوريا و هماية حلفاء روسيا طمام هل هي داعش من هي يعني هل روسيا تقصف داعش نحن قلنا أن لم يعني على العاصمة عاصمة داعش يعني ما يقولونهم أنها عاصمة داعش الرقة كم قضيفة روسية ألقت هناك غارات حدثت في 2016 و 2014 ولكن منذ بداية دخول شن روسيا الحملة الشرسة على سوريا 144 قضيفة ألقت على المناطق 144 منطقة للمعارضة استهدفت قبل ثلاث مناطق لداعش وهذه للشبكة السورية لحقوق الإنسان السؤال لأنس من ياسمين علي من نصر ما الحلول السياسية البديلة التي تطرحها روسيا لحل هذه الآن طرحت روسيا حل منطقي جدا وحل واضح جدا هو المناطق الأربعة لتخفيف الصراع وهو حل منهجي وهو أول حل منهجي طرح في سوريا لتخفيف حدة الصراع وأول حل يدعم الانتقالية في الوحدة السورية ولكن سوريا هنا عندما تحافظ على النظام هي لا تحافظ فقط على النظام لأنه نظام يتحافظ على وحدة مؤسسات الدولة عندما نتكلم عن مصطلح التدميري مصطلح التدميري هو لمؤسسات الدولة هل هناك بعد التدمر أو التدمير الذي خلفه التحالف الدولي والمليشيات بأنواعها وما يسمى بالثورة أو الطواف التي تتكلم بالثورة هل هذا التدمير من بعده سيبقى هناك أي شيء سوري وبعد التفتيت الوحدة السورية روسيا هي الوحيدة التي بررت حسن النية سيد عمر لك سؤال أيضا من لبنان عمر سماحة كيف يمكن لفصائل همها إسقاط نظام الأسد أن تتفاوض معه؟ كيف يمكن لفصائل همها إسقاط نظام الأسد أن تتفاوض معه؟ طبعا هذا دليل ومؤشر على أن هذه الفصائل السورية نتكلم عن الفصائل المعتدلة بين قوسيا نتكلم عن جماعات الارهابية والمتطرفة همها الوحيد أن تخرج بهذا البلد من ما هو فيه همها أن تصل إلى عملية سلمية نخفض فيها الكثير من الجراح والآلام والقتل والتشريد لكي نحقق جزء بسيط من أهداف الثورة هذا مؤشر على أن هذه الثورة أو هذه الفصائل الثورية وليست الفصائل الأخرى نتكلم عنها المتطرفة تريد أن تصل إلى عبر أي عملية عملية سياسية أو غير سياسية إلى بر الأمان وإلى انتقال سياسي سلمي بعكس ما يروجه النظام وروسيا بأن هذه فصائل متطرفة ومسلحة وتريد الإقصاء والقتل والتدمير هذا غير حقيقي هذا مؤشر حقيقي وواضح ومباشر على أنه نحن في الثورة السورية نريد أن نخرج بسوريا من هذا المأزة شكرا لك سيد عمر بعد أسئلة وسائل التواصل الاجتماعي سعدنا أيضا أن نتلقى سؤال من المغرب للسيد عمر يقول لسقوط نظام بشار كيف عند افتراضنا لسقوط نظام بشار كيف ستكون علاقة النظام الجديد مع روسيا وستورد في إرجاع الدين إلى روسيا التي ستطالب به عاجلا أم أجلا لا صديقي الآن عندما نتحدث عن مرحلة ما بعد بداية الحل السياسي تتحدث عن مصالح استراتيجية الآن يعني ومصالح اقتصادية الولايات المتحدة نفسها قادمة اليوم إلى سوريا يعني موجودة الآن في شرق سوريا عندما تتحدث الصين موجودة مرحلة إعادة الإعمار قروضنا البنك الدولي الكل بدأ اليوم يعني يتحدث عن هذه المرحلة ليس روسيا فقط وبالتالي يعني حتى فرنسا وبريطانيا بدأت اليوم بالاستعداد كلها لمرحلة إعادة إعمار سوريا والمشاريع المستقبلية الموجودة في سوريا سواء بالغاز في المتوسط أو في إعادة الإعمار لهذا باعتقادي أن بلا شك سيكون لروسيا بسبب مواقفها الكلمة الفصل الأكبر لكن الجميع موجود شكرا لك سيد عامر الآن ننتقل إلى أسئلة الجمهور الحاضر معنا في الستوديو السؤال الأول من هذه النحية مرحبا أمان رزقي تونس عم تتحدثوا عن ثورة سورية وعم تتحدثوا عن الثورة بال2017 فهل أن الثورة ما تعرفكم للثورة؟ وهل أنه وجود فصائل أخرى متقاتلة ذات تمويل خارجي داخل سوريا هو جزء من هذه الثورة؟ ألا ترون أن دعم توجيه اللوم فقط على روسيا دون هذه الميليشيات والأطراف الأخرى هو أيضا تدمير لسوريا ولأي حل في المنطقة؟ نحن الآن نتكلم عن روسيا لأن الموضوع المناظرة هو روسيا نحن طبعا نلوم وندين ونريد وطلبنا منذ البداية بأن تكون الأزمة السورية أزمة داخلية والنظام هو من استقدم الميليشيات الخارجية وهو من استقدم المقاتلين للأجانب وهذا معروف وواضح للعيان بينما نحن نريد أن نعيد إلى الذاكرة بأن حتى داعش المتطرفة وقبلها القاعدة كان النظام الأمني المخابراتي السوري الأسدي هو الذي يعمل على صنيعة هؤلاء نحن لا نستطيع أن ننسى أن نوري المالكي في 2007 أمام مجلس الأمن الدولي هدد نظام بشار الأسد بأنه سيقوم عليه دعوة في مجلس حقوق الإنسان لأنه يرسل الإرهابيين إلى العراق من كافة بقاعة العالم هذا نوري المالكي المتحالف مع بشار ومع إيران هذا خطاب معلن وواضح فهذا النظام هو الذي عمل على إنتاج القاعدة وإنتاج داعش أما أنت تقولي لي أن نتكلم عن الثورة هذه الميليشيات هي التي أضرت الثورة الثورة شيء مختلف ومنفصل تماما عن القاعدة والنصرة وأخواتها وميليشيات الداعشية وإلى آخرها أصلا داعش والنصرة تقتل الثورة السورية قتلت المئات من الناشطين السوريين المدنيين المشاركين في الثورة ولكن جبهة النصرة تجلس على طاولة المفاوضات لا صحيح يعني أنت تتكلم أنه جبهة النصرة تجلس على طاولة المفاوضات في أستانا ليس في أستانا لكن جلست في يعني خلينا نحكي في ناس من شقين عنها في أحرار الشام جلست أو لم تجلس وأين جلست؟ جلست أو لم تجلس أين جلست؟ جلست أو لم تجلس؟ هي جلست؟ في روسيا؟ لا في أستانا جلست أستانا ليست روسيا؟ أليست روسيا هي الرعية لمفاوضات أستانا؟ كيف تقبل روسيا إذن بجلوس عنصر إرهابي على طاولة مفاوضاتية؟ شكرا تريد حل سلمي لا تريد مصنع تحديد الآن ننتقل إلى سؤال الموجه إلى جانبكم من هذا الاتقاه يعطيكم العافية جميعا رامال عورتاني من أردن سؤالي موجه للمعارضة ألا يعتبر ترك روسيا لأسلحة الدمار الشامل مع نظام بشار الأسد تدميرا فعليا لسوريا علما بأن روسيا قامت بالتعهد أمام المجتمع الدولي بأنها ستقوم بساحب جميع أسلحة الدمار الشامل من مخزون سوريا أليس من مخزون نظام بشار الأسد؟ ألا يعتبر هذا دمارا بحد ذاته؟ أولا روسيا قدمت نقطة مهمة لمنع وصول في إدارة أوباما بال2014 منع وصول عبر فتح الحل الدبلوماسي بتسليم الكيماوي وكانت ضامنة في هذه الفترة الآن الجزء الثاني كثير من الأسلحة هي ليست بحوزة الجيش السوري ولم يتزم استخدامها من الجيش السوري هي موجودة في القواعد الروسية ومشرفين عليها المستشارين الروس إلى الآن لا يسجل أن روسيا سلمت أي سلاح محرم دوليا إلى الجيش السوري إلى الآن ليس هناك أي حالة وليس هناك أي استخدام لهذا السلاح إلى الآن على الأقل روسيا قامت بشيء مهم في موضوع التأسيس للحل السياسي بدلا من الحرب المفتوحة يعني كل اليوم ما نقوله اليوم خطر وجود حرب مفتوحة تؤدي إلى انهيار كامل على الأقل انهيار جزئي في بعض الأمور لأننا يعني في سوريا هناك انهيار جزئي لكن على الأقل هذا تركت شيء نستطيع أن نبني عليه حل المستشارين سيد عامر للأسف مر الوقت سريعا والآن هو موعدنا مع المحاولة الأخيرة لكل فريق لاستمالة الجمهور وإقناعهم بوجهة نظره الآن مع حالة بركات من الجانب المؤيد 99 ثانية شكرا جزيلا روسيا دمرت سوريا نعم لأنها بالأول سياسيا استخدمت الفيتو ثماني مرات ثماني مرات لإفشال أي حل سلبي كان من الممكن أن يوقف إرقاء دماء السوريين وثماني فيتوهات منعت من أي منظمة حقوقية أو دولية بمحاكمة نظام الأسد لإجرامه ضد شعبه وهذه الفيتوهات حرصت على أن لا مكان محاصر لا حصال يرفع ولا مساعدات تدخل ولا جريح يداوى وعسكريا روسيا منذ اليوم الأول منذ اندلاع الثورة السورية وهي تساعد نظام الأسد عسكريا بالأسلحة لوجستيا وماديا فأرسلت له الأسلحة وأرسلت له خبراء عسكريين وفي 2015 في سبتمبر رأينا عندما الطائرات الروسية احتلت الأجواء السورية وألقت الكثير من القضائف أيضا 13 سلاحا محرما دوليا وعندما رأى الشعب السوري العالم ساكتا أمام هذه الحقوق وهي تنتهك فرأى الشعب السوري أن الفيتو الروسي هو الذي سيحدد مصيرهم شكرا جزيلا شكرا لك حلا أنت قبل الوقت والآن إلى أن نسقنا من القانب المعارض الأطروحة روسيا لم تدمر سوريا وبهذا نتكلم لتكلم عن المنهجية الواضحة التي نتحدث عنها هنا نحن نسنا داعمين لبشار ونسنا داعمين لنظام معين ولا إلى جهة معينة ولكن نتكلم عن الوحور الأساسي هل أن روسيا هي السبب التدمير؟ أم أن روسيا هي منحمة مؤسسات الدولة في سوريا وهي منحمة وساعدة في الوحدة السورية وعدم التفتت كما نرى في السياسات التدميرية الأخرى فوجود روسيا في المنطقة يمنع أي سياسات تدميرية أخرى في المنطقة سياسات تؤدي إلى الضمار وتأجيج الصراع مثل ما حدث في ليبيا ومثل ما حدث في العراق ومثل ما حدث في فيتنام ومن الجانب الآخر نتكلم عن ما كان سيحدث لو لم تتدخل روسيا ما كان سيحدث هو تفتيت الوحدة السورية تفتيت المكان السوري وتفتيت أي محاولة لمنازعة التطرف والإرهاب فنحن الآن نرى بعد ست سنوات دامية من الحرب السورية ظهور أطراف سراعية تتصارع على سدة الحكم فنحن هنا عندما نتكلم عن المنهجية نتكلم عنها الحرب في روسيا الحرب عفوا في سوريا هي حرب أهلية بحتة تتصارع عليها ستة أطراف أو أكثر من ذلك على الحكم والسيادة الحاكمة في سوريا فليس لدينا أي ضمانات على أن هل هذه ستحافظ على وحدة السورية على المؤسسات السورية على وحدة الكاملة لسوريا وهل نحن الآن في خضم تقسيم السوري كما حدث في دول المنطقة الأخرى نحن الآن نتكلم عن هل أن روسيا يساعدت روسيا التي بيّنت براءتها وبيّنت أنها الآن تقدم هي من قدمت الحلول السياسية الممنهجة هي من قدمت الحلول السياسية الواضحة لكي تقوم بحل منطقي سياسي فهي لم تدمر سوريا شكرا لك أناس سنكتشف معا الآن إلى أي مدى ساهم نقاشنا اليوم وما تفضل به المشاركون معي في الاستوديو وإضافاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير وجهة النظر الحاضرين سنعود التصويت مرة أخرى على أطروحة هذه المرة روسيا دمرت سوريا فكنت موافقا على هذا الرأي وترغب في التصويت بنعم فاضغط برقم واحد وإذا كنت ترفض ذلك وترغب في الإجابة بلا فعليك الضغط على رقم اثنين نود التنويه على أننا في انتظار مشاركاتكم في مصابقة مناظر المقبلة التي تستقبلها تونس حول تدريس الدين وسيكون عنوانها يجب تدريس الدين في مناهج التعليم الحكومي وتقدمها زميلة الأردنية ميس النباني حضروا أنفسكم لنقاش جديد وإمكنكم أن تكونوا طرفا فيه بالمشاركة في مصابقتنا على منصاتنا المختلفة على فيسبوك وتويتر وقناتنا على يوتيوب الآن لنرى نتيجة التصويت 65% قالوا نعم لأطروحة هذه المرة 35% معرضون لأطروحة هذه المرة نذكركم بأن نتيجة السابقة كانت 74% موافقون على أطروحة هذه المرة و 26% معرضون لأطروحة هذه المرة بهذا نعلن فوز الفريق المعارض لأطروحة هذه المرة في النهاية أتوجه بجزيل الشكر للضيوف الكرام على يميني الأستاذ عمر الشيخ وعلى يسيري دكتور عامر سبيلة وأيضا أتوجه إلى الجانب المؤيد حلى بركات من سوريا والجانب المعارض أنس قنب إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النسخة الخامسة والعشرين من مناظرة والتي كانت أطروحتها روسيا دمرت سوريا أطروحات أخرى ونقاشات بكامل الحرية والديمقراطية في انتظاركم في النسخة المقبلة من مناظرة فكونوا على الموعد إلى اللقاء